الفرق برسم الرموش بين ألم الأسود و ألم التحبير سنجرب أول شي بألم التحبير 0.3 ألم التحبير يعطيني خطوط كثير رفيعة و كثير نعمة يساعد أنه يعطيني نفس رسم الرموش الحقيقي أو لما بنرسم بألم الفحم الأسود أو اللون الأسود أو لون الخشب أو أي أداة تانية بالألم الخشب كثير منيح لحتى نرسم فيه الرموش بس شايفين الفرق بين الخط سماكة الخط باللون الأسود أو ألم الفحم وبين ألم التحبير سنكمل الرموش وتشوفوا الفرق هيك رسمت هون بألم التحبير هون بالفحم الأسود مع أن يباري البوزايا منيح فعلياً بس على خطوط الضل أعرض من خطوط اللي بألم التحبير وهون سر من أسرار الواقعية بالرسم